خلينا بقى نروح للبطولات احنا ابتدنا في أول بطولة وانت سبع سنين بتاعت الجمهورية نحكي بقى في البطولات شوية ونشوف بقى إنجازاتك وازاي اتنقلتي طبعا المدرب اللي جالك ده جالك أكيد من القاهرة أو انت كنت بتنزليه كمان موجود في أسيوت أول مدرب ليه كمان أسيوت بعد كده بقى كل مدربين من القاهرة طيب حكلنا بقى عن البطولات أكتر يعني أنا بعد ما خدت الجمهورية وأنا سبع سنين بطولة الجمهورية بترشح لبطولات أفريقيا بقى فلعبت بطولة أفريقيا كنت 8 سنين وقتا ماشي ما خدتش بقى مركز من 3 خدت رابع طبعا دي أنا مش يعني كنت خسرت كذا موتش فما كانش الموضوع عندي بالنسبالي يعني ايه أخسر كذا موتش عارت بقى بعد كده السنة اللي بعدها خدت الجمهورية تاني وترشحت أفريقيا تاني وخدت تاني يعني بعد اجتهاد ودراسة كتير وتطوير بقيت تاني في فئة أعلى تحت 10 سنين تمام بس كده لأ تاني أنا مش هارضة بالتاني فطبعا نسكر ربنا وكل حاجة بس أعتك تهي تاني وتحت 12 سنة أخدت جمهورية تاني وأخدت أفريقيا 9 من 9 علامة كاملة في 12 سنة بعد كده بقى المدرب بتاعي لاحظ تطور مستوية أم قال لي ما تلعبيش في فئتك لعبي أعلى من فئتك تمام فخلاني ألعب تحت 18 سنة وأنا كنت وقتها 13 سنة بس ويعني ما كانش حد متوقع أن أنا ممكن أعمل نتيجة لأنه بقى لهم زمن ما فيش حد يتصعد في الليفل تمام فأنا لعبت البطولة وكانت في زنبيا وخدتها 8.5 من 9 أول وكانت يعني كانت إنجاز وكانت مصر كلها كانت فرحانه بعد كده لعب وخدت لقى بأستاذة دولية وقتها وبيت أصغر أستاذة دولية في مصر وأفريقيا والعرب على ما فيش حد سبقك ما فيش حد سبقني يعني ده يعتبر إنجاز ده إنجاز في مصر وأفريقيا وفي العرب خلينا نتنقل معاك بقى لاتحاد الشطرنج ووزارة الشباب السفريات التدريبات الكلام اللي بيعملوا معاكي بابا والتحمل كل الكلام ده اتحاد الشطرنج إيه اللي قدمه لك ووزارة الشباب إيه اللي قدمته لك بس دلوقتي أنا عندي موهبة موهبة دي أنا مش حبة أنها تكون عائلة على بابايا هي قافي بطولات طبعا الاتحاد ووزارة الشباب بيتكلفوا بيها ومصرفها بس في برضو بطولات تانية خصوصا أن أنا من أسيود فتكاليف سفر وكده ده بيبقى كله عائل على بابا تمام فأنا أحبى إن من هنا برنامجكم عشان ما تبقاش موهبتي عائلة على بابا إن وزارة الشباب تساعدني والاتحاد طبعا بيساعد وبيعمل اللي يقدر عليه بس وزارة الشباب أكتر شكرا